هنتكلم على اللوحة التانية اللي بتتركب في موفي اللي هي اسمها ليو. والليو دي فيها انواع كتيرة بس هي اشهر حاجة ليو ام اللي بتركب كواها. اه هي اللوحة بالمنظر اللي انت شايفينه دوت. اه مديجي نتفرج عليها. اه هتلاقي ان هنا في هنا مجموعة السجيتات اللي احنا هنعرفها بالتفصيل. سواء ديت او او هنا هوت او المنطقة ديت. اه بعد كده في هنا مجموعة ريليهات. ندر تلات ريليهات ان نجدع بيهارده. في مجموعة الليدات. في هنا هوت الفيوز. في فيوز هنا هوت. في فيوز هنا هوت اللي هو بيبقى تلاتمائة وخمسطاشر ام اي تيد لو هتشتغل متين وعشرين. وفي فيوز تاني هنا هوت كان بيبقى موجود. اللي هو بيبقى رقمه. طبعا دي هنا الهيت سينك. الفيوز التاني انا مش شايفه. بس هو فيوز تاني اللي هو ستة وتلاتة من عشرة اه اي اف الامبير فرد. اه هنا هوت دي طبعا الشاشة اللي احنا هنشرحها. ودي اه اه الاسل وده زرار الاوكي بتاعي. اه في هنا هوت. اه هنا هوت في تحت هنا هوت ده تلغى دلوقتي دهوت فيه ساعات بيبقى فيه هنا هوت. اه السوكت التاح ده بيبقى للبروجرامينج يعني. وفي هنا هو ده كارت اا اا بورت كوننكتور ساعات بتوصله. وده هنا الكارت بتاع الريديو ريسيفر كوننكتور بتتوصل. اا هي دي المجمل الحاجات فيه طبعا هنا هو في اا شي جي بي 32 تقريبا هو في المنطقة ديت بس انا لسه مش ممكن نكون اللو حد ينفدش الكلام دوت. دي الحاجات الاساسية بتاعتها. طبعا بتلاقي دايما فيه برضو للحذرة المهمة برضو نفيه كاباستر. الكاباستر دوت اه بيبقى بيتوصل باطراف المطور نفسه. اه دلوقتي نبدأ نشوف التواصلات بتاعته. هنشوف تمسكها واحدة واحدة نهوت. نخفي برضو الكاباستر دوت. فيه اول حاجة نهوت. اه اللي هي اللي هو ودي طبعا دي اه معروفة. اللي هي بندخل لها بتاعنا ونراعي ان هي ما تبقاش اقل من واحد ونص ميلي. اه ضروري. بعد كده بندخل على عشرة وحداشر واثناشر. وخلي بالك عشرة وحداشر واثناشر. ما بين عشرة واثناشر بيوجد الكاباستر دوت ستة وتتة مع عشرة مايكرو فراغ. ده مهم جدا. الجزء حداشر ده. حداشر ده اللي بينهم. وده اللي ما بيتغيرش خالص. انما عشرة واثناشر هما اللي بيبدلوا لو انت ما بين عشرة واثناشر بيتبدلوا لو انت عايز تقلب المطور. والكاباستر ده اعتقد ان هو بولاريتي. فممكن تقلب معهم عادي. يعني ما مالوش بلاس وماينس يعني. بعد كده هوت. نشيل بقى الكاباستر دوت. بعد كده هوت عندنا عندنا عشرين وواحد وعشرين. عشرين وواحد وعشرين ده اللي احنا هنتكلم عليه قدام دائما في اللوجيك والبرامريتر هتلاقي في حاجة يسمى عشرين وواحد وعشرين ده بيسموهم These rentalル zero. ده يطلع 220 او 1.2 U30 يعني ده اياك تخط عليه لمبة 24 فولت. يتحرق على طول يبقى 20 وواحد وعشرين وواحد وعشرين. وستة وعشرين وسبعة وعشرين هما اللي جنبيهم دول برضو بنفس الكلام نرجع تاني للمرجوعنا عشرين وواحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين دول متزبطين الديفولت بتاعهم انه هما لو انت هتركب على ليو بي سي بي بي بتبقى دي معمولة باورد كونتاكت يعني بتطلع باورد لو ليو بي سي بي مية وعشرين طبعا دي معمولة باورد فمش هتلاقيها فهنا عندنا هتلاقي دايما اللي عندك ليو سي بي بي ميتين وثلاثين الاكسللي زيرو دوت كونفجر او بيطلع على فلاشنج لايت وممكن يطلع على مونو ستيبل ريديو تشانل يعني على الشانل وممكن يطلع على الايت جيت اللي هو موجود في الجيت نفسه وممكن كورت سي لايت طبعا كورت سي لايت هو كتابته في جوجل هتعرف شكرا عمل ازاي وفيه زون لايت لو ترافيك لايت وفيه ستير لايت وجيت اوبن الارم وفلاشنج لايت وسيلينويد لاتش وفيه ويمكن يطلع عن ماجنيتيك لوك مينتنس لو قد يطلع عن مينتنس برضو فلاشنج لايت وده هنعرفه بالتفاصيل في التفاصيل اللوجيك 26 اللي هو قدامنا اللي هو الجنبيه دوت اللي هو 26 و27 اللي هو الثلاثة ده بيبقى فيه كونتاك نورمالي اوبن ده بيبقى نورمالي اوبن دوت بيبقى ممكن انا اعمل له والدفولت بتاعه لو سايبه بيطلع ده بيطلع اوبت شانل وطبعا ممكن يبقى زي اللي فات بالزبط يتظبط عليهم ده بالنسبة ل 26 و27 وهنعرفه بالتفاصيل تحت نيجي بعد كده تفصيل تلاتة اه لو انا هوصر عليه السي سي اي اللي هو الترافيك لايت فيبقى التوصيل هتبقى كده خلبك 26 و27 اصلا اه لو هو مش واحد فهو هيبقى اوبمن بالمنظر ده لو انت خليت الاكسليري واحد وده اللي هنعرفه في الجدول اللي بعد كده ان لازم تحط عليه السي سي ايه يدخل 24 فولت على الخمسين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وهنعرف التفصيل طبعا بتاعه هو ماكسلم بيستحمل 24 فولت نصف امبير ده بالنسبة للوجزيري اه رقم اه 3 وده الاكسليري رقم 3 بعكس الاكسليري رقم اه صفر ده بياخد بمتين و تلاتين يعني تتركب عليه المواد متين وعشرين ومتين و تلاتين انما الاكسليري 3 ده اقصى حاجة عليه اربعة وعشرين اه اربعة وعشرين اللي هما 41 و 42 و 43 زي بنت شايفين كده هو فيه الـ 41 أصلا ده بيبقى الطبيعي بتاعه بيسموه limit switch common ده common بتاعهم طيب 42 ده closing switch يعني لما ييجي يحصل closing للمت switch يوصل closing ده بيلقط معايا ولما الـ S-W-O اللي هو 43 لما يحصل opening ده بيلقط معايا يبقى نزعف الموتور limit switch ده ده الـ output بتاعه نيجي بعدها كده على خمسين واحد وخمسين الخمسين واحد وخمسين زي ما هم شايفين كده هوت آآ ده بيطلع الخمسين بيطلع نيجة في 24 و 51 بيطلع بوست في 24 ده للاكسيسوس باور سابلاي output يعني لو انت عندك باور سابلاي آآ عايز تطلع عليها اتنين وخمسين ده 24 يعني آآ لو انت عايز تعمله تست سافتي ديفايس باور سابلاي زي الفوتو سيل والسافتي ده اللي بيغزي الحد دي في حاجة اسمها في سيف ان هو ما يشتغلش في الاوبنينج فانت بتوصل بدل ما توصل اربعة وعشرين فولت بتوصل اربعة وعشرين في سيف حسب البرمجة بتاعتك نيجي بعد كده على ستين واحد وستين واتنين وستين دول جزء الواحده وفيه تلاتة وستين واربعة وستين وستين ده جزء الواحده هم اتنين زي بعض الستين زي ما احنا شايفين دي بتبقى كومن الاي سي وان والاي سي تو الاي سي وان زي ما شايفين هم هي بوحده ستين واي سي تو في اتنين وستين الاي سي وان دي لها كومند يعني دول بيبقوا اه نوع من ال انبوت بس انا ممكن ابربجه مزى انا عايز هو لو اي سي وان مسا بنيراه هو بيقولك انه نورمال يقومن ودفولت بتاعه ده بيعمل ستارت اي حتسبع كلمة ستارت اي وستارت اي ستارت اي ديت يعني امبوت بيجيلي من اكسترنل ستارت يعني حاجة خارجية اللي بتجيلي وستارت اي امبوت بيجيلي من انترنل ستارت يعني بيجيلي من حاجة داخلية ودول بيستخدموا بس بيستخدموا بس كحاجة لترافيك لاين فا اي سي وان و اي سي تو زي ما بنقرأ انا هو الكونفجر الستارت اكسترنل ممكن الانبوت بتاعه يشتغل ده دفولت ستارت اي بس هو ممكن يشتغل ستارت اكسترنل وستارت انترنل ويشتغل مع الابن والكلوز ويشتغل كتايمر كمان الاي سي تو هو كونفيجورو الطبيعي بتاعه نورمالي اوبن دفولت بي اي دي ممكن يشتغل زي اللي فات بالظبط ال 63 و 64 و 50 اي سي 3 نفس الكلام دفولت بتاعه بيشتغل مع الابن والاي سي فور بتاعه بيشتغل مع الكلوز كلهم بيتبرمجوا زي ما انا عايز بعد كده بدخل على مجموعة من سبعين لثمانية وسبعين وهنقولهم كلهم دلوقتي من سبعين لثمانية وسبعين السبعين بيبقى الكمون ودول من سبعين لثمانية وسبعين دول اسمهم سيفتي ديفايس يعني انت في حاجات طبيعية يعني مسلا السبعين طبيعي كومون الواحد سبعين بيبقى ستوب 72 سيف 1 73 ديفولت بتاعه فولت 1 74 سيف 2 75 فولت 2 76 كومون 77 سيف 3 78 سيف فولت 3 نفهم دي معناها ايه احنا زي ما شايفين عندنا مجموعتين مجموعة الكمون الاولين بيها هو سبعين مجموعة التانية اكمون بتاعه رقم 76 والمجموعة دي للسيفتي نمسك الواحد وسبعين ستوب بيقولك يعني لما ييجي امر عليه بيبقى ستوب يعني حتقفل ستوب من جوه يعني ستوب ده لو انت مش حاطة ستوب مش حاطة امر ستوب بوش بوتوم ده بنجمبره تمام بعد كده سيف 1 ده معمول للفوتو ده طبيعي بتشجعل فوتو واحنا عارفين توسولاتو بيتبقى عامل زي احنا شايفين كده هو ده اللي هو بياخد الطرف اللي هو بتاع الكمرو النورم الاوبن او النورمي كلوز في الفوتو نفسه اا الثلاثة وسبعين ده بيبقى تيست امبوت للسيف 1 تيست بس بقى سيف تيبيس السيف اتنين اا ده اللي هو للبار اللي تحت فيه بار بيتركب تحت الارم ده بيعمل سيف تي بار ده زيه بالضبط بيتحط ممكن مكانه برضو ويتحط وعندك ده بيبقى التاست. عندك من ستة وسبعين سبعة وسبعين. ده تلاتة ده السيف تلاتة. بعد كده اخر واحد اللي هو الانتنة وزي ما احنا شايفين هو بيدخل الجزء الداخلي في اللي هو والشلد الخارجي بيوصل هنا هو اتعندي في اللي هو هاش ديت. هنتكلم عن البرمجة اللي هي البداية ديت اللي هي واحد مش عايز ادخل على حاجة اسمها وبرامتر وهنتكلم عليها بتفصيل. اه الشاشة اللي احنا قدامنا اللي هي هتبقى قدامنا ديت اللي هي موجودة في زي ما اتكلمنا قبل كده موجودة في اللوحة. زي ما احنا شايفين انه هو اه احنا بنلاقي المنظر اللي احنا شايفينه دوت بتلاقي انه هو في الشاشة العادية بتاعتنا اللي هي ديت اللي هي بتبقى اه تمانية ديجيتس اللي قدامنا ديت. بعد كده عندك اللي هي الزراير اللي على الجنب ديت. اه البلاس والماينس. بتنقع بينهم. بعدين في الاخر لما تستقر على اختيار بتدوس على الاوكي. اه في اي وقت لو انت حشرت ان في مشكلة بتدوس بالسبعين الاتنين على بلاس والماينس هتطلع من نفسها. نبدأ نشرح في الحتة اللي هي في البدايات خالص. في هنا بيقول لك ان انت في الاول خالص ان انت ممكن تدوس اه مرة واحدة بس على الزرار اللي هو الاوكي. اه لما بتدوس مرة واحدة وطلب منك باسفورد ده في حالة ان انت قدام شوية في البرامتر اه هنعرف ان انا ممكن احط باسفورد بحيس ان مش اي حد يدخل على البانيل ويقدر يغير. اه لو طلب منك الباسفورد طواما مسلا لو احنا مدخلينها من واحد مسلا اي رقم مسلا واحد خمسة اتنين زيرو. زي ما هو بين هنا هوت. اه هتلاقي مسلا اضبط لك الحتة دي الاول بس عشان نشوفها. اول حاجة انا بدخل رقم الزيرو بتاعي. بعد كده بالبلس اه ومينس بختار الرقم اللي بعديها. اللي هو مسلا واحد هكذا هكذا. معايا. لغاية ما اوصل للرقم الباسفورد اللي انا احطه اصلا فيه اللوجيك او البرامتر بتاعي. بعد كده بقدس له اوكي. وبيدخلني على المنيو. دي في حالة لو انا عامل الموضوع دوت. لو انا عامل ان انا اه ان انا في باسفورد. طب لو في حالة ما فيش باسفورد عادية بتاعتي. لو في حالة انها فيش باسفورد عندي. يبقى انا طبيعي بسخل على طول. اه على القيمة الاولانية بتاعتي. اللي هي اول حاجة بتديني حاجة اسمها اه اللانجوج. ايه اللانجوج ديات? اللانجوج دي باختصار بتقول لك انت اللغة اللي عايزها في البانل اه نوع. هو طبعا عندك مديك اللي هو الايطالي. وعندك اللغة الفرنسية. وعندك اللي هو الالماني. وعندك الانجليش. وعندك الاسبانيولي. فانت لو انت داخل في اول مرة مش لاقي اي حاجة اعرف ان انت مش مختار اللي هي الانجليش ديت. بعد كده انت بتدوس اه على اوكي. بعد ما بتدوس على اوكي. بيدخلك بتلاقي المينيو اللي بعديها اللي هي اللي هي اسمها طايب. الطايب دي انت عندك هتلاحظ ان فيه عندك نوعين من الطايب. فيه نوع اسمه مكتوب هو قدامك ار ان ان بس هو اسمه ار ام ام. الار ام ام دوت لو انت مركب اه بارير نوعه تلاتين ار ام ام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده او ستين ار ام ام. بس انت لو اخترت ار ان ام ام ديت او ان ان ما زي ما هيباينة. لازم تبقى عارف اه ان دوت اه حيلفي خاصية السلو داون يعني ان البارية لما يقفل بيقفل كده على طول او يفتح كده على طول ما يبطقش وهو بيقفل. في بعد كده لو اه وزائد ان هو برضو اه حيشتغل ده سريع حيبقى اسرح حاجة مفيش انك تقلل الفرص بتاعته. في بعد كده لو انت هتختار اه تلاتين اس لو انت هتركب اه بتاعك نوعه تلاتين اس ده ما اتكلمنا عليه قبل كده. وفي بعد كده الرمز دوت اللي هو مش باين دوت بيبقى اسمه البي جي في. البي جي في دوت يعني يعني اني اشتحسن ما تختروش لانه هو اصلا بي اه بيلغي الفوتو سيل واي ما بيحسش بالابستكل اللي موجودة قدام البارير خالص وبيشتغل ماكسموم فورس سرعة عالية جدا وفيش سلو داون. فده بيجي في ده اللي هو مكان انت بتتعامل بي اه باجريس شوية او اه با مع الناس الدخلة او الخارجة. طبيعي طبعا انت لما بتلاقي الطايف دوت بتدوس على طوله على الاوكي من غير اي حاجة انا هوت. بتبدأ تدخل على مينيو اللي بعديها اللي هي اسمها دي اي ار اللي يخصر حاجة اسمها دايريكشن. ايه الديريكشن? احنا عارفين المصنع كده كده. بيديك رايت هاند. رايت هاند يعني لو انت ضهرك لو انت ضهرك لوشك العربيات اللي جاية. فالبارير بيفتح ايدي اليمين. ده بيسموها الرايت هاند. هو طبيعي بتيجي من المصنع رايت هاند. في احتمال انت تبقى عايز تتغيره فيبقى الليفت هاند. اللي هو الاتش. طبعا الرايت هاند انه هو زي ما انت شايف كده هوت. ادي البارير قدامك. دي ده الرايت هاند. وهنا هوت ده حاطت هنا الليفت هاند. يعني زي زي ما انت شايف. طبعا احسن حاجة ان انت تجربه الاول بفتحه القفل عشان تبقى عارف. بحيس انت لو انت عايزه على يمين الرصيف او شمال الرصيف بتختلف معاك الرايت هاند والليفت هاند. فاول حاجة بعد ما اتخلص الميكانيكا اللي احنا اتفقنا عليه. والتوصيلات بتاعة الموتور وتغيير الليمت سويتش. اول حاجة بتعملها في السوفتوير اللي انت بتغير من الرايت هاند لليفت هاند او من الرايت هاند. بعد كده انت بتدخل على وتدخل على حاجة اسمها بريست. ايه بريست ديت? بريست ديت بتقولك انت هتشتغل في كم يعني اختصارا بدل ما تدخل وتعمل التعديلات في البرامتر واللوجيك مينيو. انت ممكن لو انت عارف انت بتختار ايه? او بترتاح لانه يموت فيهم. بتختار اما حاجة اسمها. الار ده معناها وهنا هتقول معناه دلوقتي. وفي الاس ار. الاس ار دوت سمي. سمي اوتوماتيك. وفي الاس دوت اللي هو بريشان كوميرشلز. والاس سي دوت اللي هو سمي اوتوماتيك كوميرشل ز. كوميرشيل. والاخير ده اللي هو اين د ده بيسموه ديتس مين اوبريشان. اه طبعا هو مش سابق كده في المينيو. هو جايب لك الجدول اللي انت هتشتغل آآ عليه لو انت في حاجة ان انت مش فاهم الجدول هو زي ما يباين قدامنا. باختصار هنا فوق هتلاقي موجود في الطوب انه هوت هتلاقي مكتوب الموت بتاعك والآآ والآآ وآخر واحد اللي هو طبعا انه هو جايب لك البريسيت. ايه البريسيت ديت. البريسيت ديت اللي هي قايمة اللي انت لو دخلت جواها هتلاقي القيم ديت. طبعا القيم دي هنعرفها لو احنا شايفين انه هوت طبعا انا هشرحها قدام. بس هو بيقول لك لو انت مسلا تيجي مسلا على المسال الاولاني. لو انت اخترت الار اللي هي اوتوماتيك فمعناها. لو تلاحظ بكل القيم سبتة تقريبا. آآ عادة بعض القيم المعينة. آآ هنشوف مسلا يعني ايه كلمة اوتوماتيك كلوزينج. طبعا هنشرحها قدام بالتفصيل. اوتوماتيك كلوزينج ديت تايم. يعني لو اخترت ايه ار في الاول. هيبقى الاوتوماتيك كلوزينج واحد ثانية. لو اخترت اس ار هيبقى زيرو. لو اتلقت اسي وان. فهو دوت بيقول لك انا مختار في اللوجيك. يعني خلي بلك برضو هو بيكلم في المينيو بتاعة اللوجيك. مش المينيو بتاعة البرامتر. برضو يقول لك على ستيب باي ستيب موفمينت. انت هي دي. هتلاقي بيقول لك ما بين الزيرو والواحد. اخترت الزيرو واحد. طب ايه الزيرو والواحد? الزيرو دي حاجة اسمها تو ستيبس. يعني فتح وغلق بس بالبوش بوتوم. وفي حاجة اسمها وان وان دي اسمها ثري ستيبس. ثري ستيبس انا هشرحها قدام بس هو يعني اختصارا كده هو. ثري ستيبس اه لو اول لو البرير مقفول او لسه بيقفل ودست اول دوسة يفتح. اه لو البرير المفتوح او لسه بيفتح. لو البرير المفتوح ودست هيقفل. لو هو لسه بيفتح. هيوقف ويستنى الويتنج تايم بعد كده يقفل تاني. لو البرير ستيب ودست نفس الزرار هيبقى اوبن. دي معناها ثري ستيبس. ثري ستيب برضو مشهور يعني هشرحها قدام. اه بالنسبة لبري الارم انه هو بيقول لك ان هي ديت اللي هو عايز اه انور الفلاشنج الاول قبل ما يفتح. طبعا مختلفة من زيرو الواحد. الديد مان ده هتليف كله زيرو. كله زيرو. عادة اخر واحدة بس اللي هي اصلا اسمها عندنا. اللي هو ده. ده بيستخدموها في الاماكن الحساسة مسلا. اه تفريغ التلاجات. اه ان انت عايز الديد مان طبعا هشرحه بالتفصيل بس هو بيقول لك ايه? الاماكن اللي انت مش عايز الفتح والقفل يعتمد على المكان نفسه. انا عايز بني ادم يفضل دايس اربعة وعشرين ساعي. يعني مسلا عايز افصل دايس بزرار دايس بسباعي لغاية ما يفتح. لو سبت ايديه يقف. عايز اغلق نفس الكلام بحيس ابقى شايف اللي قدامي حاجة سنستيب قوي فبسميها او الراجل الميت. حتى من اسمها بقى انه هو راجل ماسك بيديه لغاية الاخر يعني. بعد كده فيه اللي هو مسلا انه هو طبعا الكلام ده كل واحد في التفصيل لمشرح في هنا هتلاقي كلها مسلا فيها زرواية وحايد يعني ايه? يعني انا اه طول ما انا بتاعي بيفتح انا ما استقبلش اي حاجة يعني انا مش مش يعني ما ما استقبلش اي امر تاني. طبعا لو عملته واحد يبقى هو مفعل لو غيرك. وهكذا بقى يعني اه وهكذا يعني. طبعا هتشرح. طبعا ده الكلام ده لو احنا اه اه اخترنا ان احنا اه نستسهل على طول ونختار اه حاجة من المينو ده. بعد كده انا بدوس اوكي. لما بدوس اوكي هنا هوت. هيظهر لي اللي هو المينو بتاع زي ما احنا شايفين المينو ده كله اه بتاع اه اه البرمجة نفسها برمجة الترانسميت. زي ما انت شايف انه هوت اول حاجة بيقول طبعا الهنا الرمز ده يعني ميموري ميموري اه اه ريموت الان ديت يعني شكل ان ده يبقى ام عشان تبقى عارب بس. ميموري ريموت اه ريموته اللي هو اي اف ده اللي هو الريموت اه كنترول بالنسبة له اسمه كده هوت. وبعد كده لو تلاحظ بدخل اللي بعديها بيقول لي اه دوس على الهيدن بوتوم. الهيدن بوتوم دوت اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللحظة ديت. بعد كده بعمل بدوس بشيل باديه الاتنين على الهيدن بوتوم. بعد كده بدوس على الزرار يا تي وان يا تي تو يا ثري اللي احنا اتفقنا عليه زي ما قلنا كده هوت لغاية ما حيديني كلمة اوكي زيرو واحد. طب انا لو عايز اعيد الموضوع ده من اول وجديد برضو بارجع تاني واعمله هكذا يعني بارجع هنا من الاول تاني وهكذا وكامل لغاية الاخر نهوت. طيب انا لو في النصد خلصت ممكن الهيدن بوتوم من اهوت من اول ما ديني هوتن بوتوم ادوس على طول اوكي او ان انا خلص برمجت واحد فيه من اهوت وعملته ان اهوت ادوس اوكي والواحده هنا حيدخني على المنيو كلمة ان دي بقى انا خلصت. ودي بالنسبة لي اللي هي الحاجة الاوانية خالص لو انا عايز ابرمج سريع. من غير ما ادخل على المنيو اه لوجيك برامتر او او لوجيك مينيو او برامتر اه مينيو. علشان ندخل لاي المنيو بتاعت الاساسيات ده اللي هي من ضمنها البرامتر مينيو واللوجيك مينيو. احنا بندخل بندوس اه على زراره اوكي مرتين وارا بعض. بعد كده هي بتدخلنا زي ما احنا شايفين او بديني اه يدوس في بعض يعني بديني كلمة اه اللي هي زي اه الارم كده او بيطلع للمشاعد وعدني بقول اوكي. المهم يعني بافضل ادوس اوكي. لغاية ما تظهر لي اول حاجة بعرف ان هي ان انا شغال صح ولا غلط ان انا بتظهر لي على طول الكلمة اللي هي البرامتر. اللي هي اه بارا بارامتر ديت. دي اخسار لبرامتر مينيو. طبعا البرامتر مينيو احنا هنشرحها قدام. اه كل دي اه طبعا بدخل بيها اه بقلب ما يعني اول بادوس اوكي يديني البرامتر الرقم واحد. اه لو انا عايز اغير فيه ادوس اوكي تاني. ادخل جواه ويديني قيمة. القيمة دي لو مش عجباني ببدأ اعمل بلاس وماينس. لغاية ما القيمة تعجبني اقول او ما ادوس اوكي حيرجعني لحيديني على البرامتر اللي بعدي. طبعا البرامتر مينيو انا هشرحها كاملة. نفس الكلام اوصل اوصل لغاية ما اوصل على اخر حاجة. في البرامتر. ولو دست اه في الاخر هعمل ادخل على اللوجيك. او على اللوجيك. او ان انا لو انا في النص خلصت ادوس بلاس وماينس مع بعض. فالبلاس والماينس بعض يطلعوني على اللوجيك. اه بعد كده هوت الحتة اللي بعد بعد البرامتر بدخل على نفس الكلام. على اللوجيك. اللوجيك هو هو نفس الكلام هشرحه تماما. في الفقرة اللي جاية على طول. يعني خلص اللوجيك حعمل نفس الكلام. بعد كده بعد ما بخلص اللوجيك بدخل على طول على الحتة اليتميني دلوقتي اللي هي الريديو. الريديو لما ادخل عليها هنا هوت اول حاجة انت عندك كده ممكن تزود ممكن تزود زي ممكن تزود زي مينتا عايز. انت باختصار بتدخل اه على هنا هوت. طبعا انا ممكن اشرح الريديو قدام اه التفاصيل بتاعته. اول حاجة بدخل على الريديو بقول اوكي. بيديني كلمة اول ما بقى اول ما بقى اول اوكي. بعد كده بيقول لي دوس على الهيدن بوتون واتفاقنا الهيدن بوتون ده بيبقى اللي هو الاتنين مع بعض. بعد ما دوس عليها هيقول لي ايدك. اول ما ريليز. بعد كده بيقول لي دوس على الزرار اللي انت عايزه يشتغل على الريموت. فبدوس على الزرار اللي انا عايزه يشتغل على الريموت. بيديني بعد كده او اتش زيرو وان يعني انا كده اوكي. لو انا عايز عيد ده كله او مدنيش. عايز اعمل واحد بعديه. بدخل برضو على هو هيديني هيدن بوتروك. طب انا لو في النص خلصته ومش عايز بادوس بلاس ماينس مع بعض بيديني ايه على اللي بعدين. طبعا هنا بلاس وماينس بدخل على اللي بعدين هنا هوت. اللي هي. زي ما احنا شايفين هنا. الايريس. الايريس ديت لو انا عايز امسح الاربعة بيات بدخل جوه. بافضل ابرمج. طب انا هشرحها بالتفصيل اللي هي ازاي تعمل حاجات ديت ان هي من جوه بقى ابدأ امسح الرموت رقم واحد او اتنين او هكذا. بافضل امسح فيه في الحادة اللي انا اه الرموتات اللي انا مش عايزها. بدل ما اجيبي الرموت نفسه وامسح. بعد كده هوت في اللي بدخل على لو انا عايز امسح الاربعة وستين اللي هو اللي فاته دول. يعني اربعة وستين دي لو عايز امسح كل اللي عنده اربعة وستين. طبعا انا عايز امسح واحد واحد. يعني بدخل على بقول له اوكي. يعني مسح اه واحد فيهم. بعد كده بيديني هنا هوت اه بيقول لي دوس اه اه دوس على رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة طعم في بلس والمينس انا بختار اه اه انه رموت ما انا عايزه. بعد كده بقول له اوكي. لو النتيجة اه اه لو النتيجة صح. هنا هوت بيديني او اتش اف كانسلت. وبيديني اتش او اف نوت بريزنتد. يعنيش موجوده اصلا. وبيديني اه دي خمستاشر لو اف كولن بعد كده. بدخل على حاجة اسمها الكود ار اتش. الكود ار اتش برضو انا هشرحه كل ده في بالتفاصيل. وبدخل عليه تاني هصرحه في المينيو بتاع الرموت يعني. بعد كده اخيرا بدخل على الديفولت. الديفولت ده زي ما احنا شايفين. ده لو انا حسيت ان انا في عك شوية في المينيو از انا عامله وحاس ان انا في مشاكل. فانا باختصار بدوس اوكي. بيديني ديفولت اللي هو المصنع بتاعي. طبعا بطلع بلاس وماينس وادخل في الاخر على اللانجوج. اللانجوج هنعفنها. المرة فاتة ان انت ممكن تدخل باول مرة بس تغير او مرتين لو انت عايز تغيرها عن طريق انك تدخل في المينيو. بعد كده في حاجة اسمها دي بتقول دي بتقول لك الحالة اللي هو فيها يعني انت بتدخل هنا بتشوف فيها لو 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 جالك بتدخل لو اخترت بي اف دي هو بيختار لك بقى بتشوف كنترول وكده وكده هو. في لو انت هتختار الاختيار اللي بعديه ده اللي هو اه اني سايكل ده بيقول لك كام اه حركات الفتح والقفل اللي تمت فيها من ساعة ما تعملت طبعا ممكن تشوف كل الحرجات القديمة. في هنا هوت اللي بعديها ديت اللي هي اه الرمز بتاعها دوت. دي بتقول لك انه هوت اللي هو انه العدد الرموتات اللي متخزنة. طبعا لو في حاجة زيرو زيرو انه هوت. يبقى هنا نوريديو كنترول دي بايس ميمورايز. طبعا لو في ريموت واحد او اتنين بيقول لك. في بعد كده الحتة المهمة دي دي للناس بتوقع الصيانة. هنا هوت بتقول لك اخر تلاتين كان آآ ظاهر. طبعا لو بتقلب بينهم بيتبقى بيبين طبعا دي احنا هنقول بيانها بالزبط آآ في الفقرة اللي جاية على على طول. اللي هي اللي بتحصل وازاي بتعرف تعملها. في اخر حاجة انه هوت اللي اه لما انت تكون عايز تعمل على الكنترول يونيت نفسها. فبتقول له بعد كده بتدوس آآ اوكي. بعد كده بدخل اول رقم. وهكزا لغاية اخر رقم. بعد كده بدوس اوكي. بنت كده كل ما تيجي تدخل اع اي مينيو هيديك الباسورد اللي احنا بنتكلم عليها آآ قبل كده. هنيجي على البرامتر مينيو. مسلا تيجي نهوط على اول واحد اللي هو التي سي اي. زي ما اتفقنا التي سي اي هو يعني الوقت اللي حنحدده ان يقفل بعد ما 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 يبقى اون. اه معمول هنا من صفر لغاية آآ عشرة لغاية آآ مية وتمانين والدفولت عشرة. ده بالثواني. اللي بعديه في اللي هو ده بنستخدمه في حالة ان احنا عندنا آآ يعني مرور. والمرور ده بيتحكم يعني الاشارة هي اللي بتتحكم في الابارير. فانت المسلا لو انت الاشارة دي موجودة على مكان واسع فاما تقلب اه احمر محتاج او تقلب اخضر محتاج ان انت تستنى تايم كلير لغاية مسلا الميدان ما يخلص او الحتة حسب بقى المكان الصينية تخلص شان بعد كيه البارير. فاحنا بنحدده بحاجة اسمها تايم تكلير دي برضو بالسكند من واحد لمية وتمانين. ودي طبعا احنا هنشرحها او شرحناها قبل كده في لما عرفنا اللي هو اللي بيوصل في المكان ده. بعد كده هوت عندنا اللي بعديها في حاجة اسمها آآ آآ طايب. آآ آآ اللارم طايم. والالالارم طايم دوت ده بشتغل مع حاجة اسمها آآ 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 ديت آآ آآ زي ما شرحنا قبل كده ان انت مسلا زي الجيت آآ آآ اللي هو اللي موجود في الجيت نفسه. احنا بفاكرين لك انا ما كنا بنوصله من آآ ستة وعشرين وسبعة وعشرين آآ وخمسين وواحد وخمسين. ده اللي بيطلع عليه. وبيبقى آآ آآ نورمالي اوبن. فده الطايم اللي بياخده علشان يفتح يقفل الدائرة بتاعة اللايت. ده اللي هو الالارم تايم. ده برضو بستكد من عشرة لائمتين واربعين والدفولت بتاعه تلاتين. نيجي بعد كده. اللي هو آآ آآ اكتيفاشن تايم. اللي هو تايم آآ اللي هو امتى. ده اللي بيقول المطلوب آآ لما يقدر يستقبل منك الرموت يعني. في اماكن انا عايز الرموت مسلا بعد ما ما يعدي الفترة ديت او الوقت دوت يبدأ يستقبل مني ريسيف اللي هو بيسموه آآ 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 اكتيفاشن تايم أوف دايم آآ 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 اللي هو امتى يبدأ يفتح اتصال بيني وبين الرموت مش من اي حتة. بعد كده. في دي ودي باختصار آآ آآ ان انا آآ آآ ما جاء افتح لغاية الاخر ما يبقى الشهر بكده. قبل ما توصل المسافة. لغاية الاخر يبدأ يعمل سلو داون. هنا هو بتبقى يعني مسلا انا اقول لك خمسة. يعني هنا لما اقول لك ان هو خمسة فانا بقول لك يبدأ يعمل سلو داون آآ بخمس خمسة ديجري. خمس درجات. لما اقول لك تسعين ده بيعمل سلو داون من انت بيتحرك من تسعين فتجد سلو داون على طول. فهو بيعملها خمسة. اللي بعدها هنا هو برضو الديفولت بتاعها خمسة اللي هي يعني لما يجي يقفل قبل ما يوصل. طب دي فايداتها افادتها ان هو مش عايز على الدراع آآ آآ وافرت مسلا في شوكة في الآخرة بتاع فهواز يريح عليها آآ بالراحة. بعد كده في بعد كده الجزء ده اللي هو آآ يعني ليف فورس ليف فورس ليف فورس ما في المية من من الفورس او العزم بتاع المطور انت عايزه اشتغل. هو طبعا معمول من واحد تسعة وتسعين والديفولت بتاعه سبعين. هو كده كده بيشتغل سبعين في المية فورس في طب احنا بنحتاج ليه نعمل فورس سواء هنا في او في اللي بعديها اللي هي انت صعب بتبقى بتركب البارير دوت في مكان في رياح او في آآ بتاع ففي الفتح ممكن فيه مشكلة رياح جاية بالعكس او رياح جاية في الوش مسلا وعليه اكسيسوريز في انت محتاج الفورس. فالفورس يعني آآ يستحسن ما يبقاش عالي غير في الاماكن اللي هي محتاجة ان يعمل فيها. في بعد كده هو. آآ اللييف او اللييفز فورس ديورينج اوبنينج آآ ديورينج سلو داون. يعني ايه معناها الحتة ديت? هي لو تلاحظ انه اه لو احنا بدي تكلم على اللي فوق اللي اتنين مسلا هنا عاملهم سبعين ديفولت. دي تسعة وتسعين. معناها ايه? انا محتاج اما يحصل سلو داون. هل انا محتاج ان برضو ان الباور بتاع يزيد ولا يقل? يعني في فترة سلو داون بس. يعني هل انا محتاجه لما بيعمل سلو داون اخف الفورس شوية? وانا عايزه يقبى ثابت. طبعا بالمنظر دوت هو ثابت. في كلتا الحالتين انه هو. تسعة وتسعين. تمام? اللي بعديها? اللي هي ديت. دي البريكنج اللي هو الفرمالة. انت عايز لما يجي يحصل آآآ آآ في مسلا في حد معدي اوبسكال موجود. او هو بيعمس اي حركة فيها بطء او او استوب عايز البريك يبقى قوي جدا ولا يبقى يبقى لين شوية. طبعا هو يستحسن طبعا هو عامله خمسين في المية زي ما احنا شايفين اهو. بيبقى خمسين في المية. عشان ما يهلكش التروس في بعض يعني. فالطبيعي انها انما لو عايزه اللي هو ما يهمكش المطور مسلا. وعايزه يقف شارب كده هوت. يبقى ممكن تخليه تسعة وتسعين. او لو انتوا عايزوا يبقى سموز شوية في الوقفة بتاعته. انت ممكن تخليها من زيرو. آآ لغاية واحد وهكذا. اخر حاجة هنا هوت. اللي هي ديت. اللي هي اسمها آآ يعني ايه? انت لو دخلت هنا هوت. هتلاقي ان هي معمولة من زيرو. زي ما احنا شايفين هنا هوت. لغاية مئتين وخمسين. يعني ايه الكلام ده? انا افرد مسلا حطيت مسلا هنا متين وخمسين. ايه طبعا ديفولت بتبقى زيرو. لو انا حطيت متين وخمسين. فمعناها ان بعد امتين وخمسين عملية فتح وقفل. آآ ابعت لي طب ده انا عمله ازاي? انا برضو بالبرمجة في اللوشيك ان انا عايز الرقم مسلا تلاتة واربعة اللي احنا عرفه قدام. يطلع لي على مسلا اللمبة البارير. يعمل لي معين. آآ يبقى انت كده عايز تنادي حد نعمل اللي هي اللي هي الصيانات الدورية. طب لو انت عايز الدوة تتبعت مسلا تاخد الخارجي بتاعه على مسلا كاميرا الكاميرا ديت تتحرك ان هي عايزة انت بتاخد القابوت ده تعملو انت عايزه. القابوت بتاعه ده اللي هو كامة عملية عشان يبدأ عمليات الصيانة. آآ نشرح اللوجيك مينيو. فاللوجيك من اسمه يعني يا هيشتغل يا مشتغلش بيبقى حنشوف مع بعض الموضوع ده. نيجي هنا اول آآ طبعا لما عارفين لوجيك ندخله ازاي باللي احنا باللي احنا عملنا له تدوس دوستين على آآ آآ على الزرار بتاع الاوكي وتبدأ تنزل لغاية ما توصل على اللوجيك تدخل في اوكي في اللوجيك. اول حاجة هتقابلها آآ الموتور طايب. الموتور طايب زي ما احنا شايفين كده هوت هو بيديك الديفولت زيرو يعني موتور نوت اكتف. آآ لو آآ طب شرحناه قبل كده ان هو لو واحد بيبقى انت مركب موفي تلاتين ار ام 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 او ستين ار ام ام. آآ لو اتنين لو انت مركب موفي تلاتين اس. تلاتة لو انت مركب الباريير آآ مود بي جي في. وقلنا ايه الفارق بين الاختلاف آآ المرة اللي 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 فاتت ديت. آآ قلنا في معنى ايه التيبس دي كلها. بعد كده في اللي بعديها اللي هي التي سي اي. وقلنا التي سي اي ده الواتوماتيك كلوزنج تايم. في هي الديفولت بتاعها بيبقى واحد. اللي هي كلوزنج يعني يقفل اللي هو التيم افتر كلوزنج. آآ تايم افتر اوبنينج. آآ ولو زيرو مش هيشته مش هيتفعل معاك الحتة دي. بعد كده هو الامر اللي بعديه اللي هو بيسموه الفاست كلوزنج. ايه الفاست كلوزنج ده ده باقتصار اللي هو ان انت لو خليته زيرو آآ مش هيبقى متفاعل. لو هو واحد هو طبعا زيرو هو بتاعه ومش متفاعل. واحد يعني بيقفل واحد ثانية بعد ما بتاعها يمشي يعني. اول ما العائق يعدي من اي من بعد. بيقفل عطول. ده ده زيرو آآ ما بيشتغلش واحد انت بتفاعل آآ هذه الخاصية. بعد كده الخاصية اللي بعديها اللي هي هنشوفها دلوقتي. اللي هي الخاصية ديت. دي معناها ستيب باي ستيب موفمينت. هي انت عندك في المجمل آآ تلات حركات رئاسية. في حاجة اسمها وثري ستيبس وفور ستيبس. هو هتطلق في الجدول اللي جنبك دوت. الجدول ده بيشرح لك ايه معنى الخيارات بتاعتك. يعني الجدول ده. بيشرح لك ايه الخيارات اللي انت بتطلبه. نقولها بسرعة كده هو. لو انت هو بتاعه واحد اللي هو ثري ستيبس. اللي هي اشهر حاجة. طب انا لو حطيت زيرو. لو خلتها زيرو معناها ان انا هشتغل فور ستيبس. يعني فور ستيبس. الفور ستيبس حسب الجدل قدامي ان لو عندك البريير كلوز ودست على الزرار واحد يبقى حيوى اوبنز. لو هو لسه بيقفل ودست حيقفل وحيقفل البرير. لو البرير مفتوح ودست حيعمل كلوز. لو هو لسه بيقفل ودست حيقف ويعد ويقفل على طول. لو هو البرير مقفول ودست حيعمل اوبنز. ده الفور ستيبس. الوان ستيبس اه الاختيار الواحد هو ثري ستيبس زي في الجدول بيقول ان هو في حالة كلوزنج او دورين كلوزنج. ودست ع الزرار هيعمل البوش بوتم يعني هيبقى اوبنز. لو اه هو مفتوح ودست ع الزرار هيعمل كلوزنج. لو هو لسه بيفتح ودست ع الزرار هيعمل ستوب وعدين يستنى الفترة الزمنية اللي هي تي سي ايه وعد كده يقفل تاني. لو هو ستوب هيعمل اوبنينج. طيب ايه بعد كده لو اخترت انا يبقى انا بختار بختار يعني ايه هو بيقفل او ما او قافل لو دست الزرار هيفتح. لو هو فاتح او لسه بيفتح ودست الزرار هيقفل. لو هو واقف ودست الزرار هيبقى قبل. فانت لك الخيار ان انت تنتنقي اه اه اللي ينسبك او ينسب العميل في في الحتة اللي فاتت داي. بعد كده اهو. هندخل على البرامتر اللي بعديه. اللي هو اه بري الارم. ايه بري الارم ده? اللي هو بري فلاشنج. يعني اللي لو عندك عندك اه لمبة او كده هوت. واللمبة دي عايز اتنور قبل قبل الحركة او بتاعة الارم. فانت لو قلت زيرو مش هتبت فعالة. لو واحد هتبت فعالة وتقعد قبل يعني تقعد مسلا قبل ما انت عايز تفتح البريير بتقعد في حدود ثلاث ثواني ويبدأ المطور يتحر. بعد كده ايه الامر اللي بعديه? اللي هو دوت? اللي هو بيسموه اه 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 هولد تو رن. يعني اللي هو ديت اللي احنا بيتكلم عليها. لو انا اه عملته زيرو. اه يبقى اه هيشتغل البالس يعني انت حتدوس هيشتغل معاك فاتحه اقفل زي اللي احنا بيقولها دي. طب لو انا اخترت واحد انا اعمل ديتمان. يعني ايه ديتمان ديت? يعني الانبوت واحد ستين هيبقى اوبن اوب. يعني لو لو عندي في الوصلة لو وصلت في واحد وستين ده اللي يفتح. لو اتنين وستين ده هيعمل ومش هتشتغل غير لما صباعك على يعني مش هتنفذ الموضوع ده غير لما يتم اه او ما يشير صباعك الموضوع وقفها عشان كده اسمها ديتمان. لو خليتها اتنين لو اخترت رقم اتنين فبيقولك الامرجنسي ديتمان مود انت كده مخليها في حالة الطبار اميرجنسي يعني طبيعي ان هي بتشتغل بس في الاميرجنسي لازم تفضل دايز بايدك. يعني فوتو سيل او او سيفتي ايج. اه ثلاثة تايمز ان رو. يعني لو حصل ان في فعل للديفايس بتاعت السيفتي. يعني فوتو سيل والسيفتي ايج. ثلاث مرات. يبدأ الديد مان يشتغل. واحد يشتغل واحد منت. بعد او 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 برضو هنشتغل على الامبوت بتاع واحد واتنين واتنين وستين. واحد وستين في الاوبن واتنين وستين في الكلوز. ده في حالة ان حصل تلاتة فيلر للفوتو سيل. فيفعل بعد كده اديد مان. بعد كده الخاصية اللي بعديها. اللي هي بسمها بلوك بلس ديو ديورنج اوبنينج. يعني ايه? انا مش هستقبل منك اي بوش بوتم اي بلس بتجيلي طول ما انا بفتح. لو هو زيرو حتبقى مش متفعلة وواحد هتبقى متفعلة. بعد كده الامر اللي بعديه. او الخاصية اللي بعديها. اللي هي او بلوك بلس ديورنج تي سي اي. يعني مش هستقبل اي حاجة طول ما انا بعد ال time اه اه افتر اوبنينج. يعني انا طول ما انا بعد انا مش هستقبل منك اي حاجة. اللي هي مش احنا اتفعنا ان الدراع بيترفع. بعد كده اعدي بتاعتي اللي هو بتاع بيكده افل. في خلال الفترة انا بعدي فيها انا مش هستقبل منك لا اوامر فتح ولا اوامر اه افل ولا اوامر تانية خلصة. بعد كده الخاصية اللي بعديها. الخاصية دي اللي هي. يعني ايه? لو انا خليتها زيرو. اللي هو اللي احنا نشتغل عليه. طب لو واحد. يعني بيشتغل اه 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 او اتجاه بتاع الدراع. طبعا اللي احسن طبعا الحركة اللي انا بنعملها اه التانية اللي هي بتاعة ورايت هاند بنعملها من اول خلصة. بعد كده في حاجة اسمها والسيف وان باختصار لو انا قلت لو انا اه هي دي اللي هو رقم اتنين وسبعين يعني فيه ده مدخل احنا تكاين مائة اتنين وسبعين انا باكتفه او ما اكتفهوش. اه اه ده اللي انا بدخل فيه اه اكسترا اه سيف دي بايس يعني زيادة حاجة اه حاجة سيف لية تاني. لو قلت انا اقول زيرو يعني لو اخترت زيرو لو اخترت زيرو يبقى الطبيعي بتاعي ان ده فوتو سيل. لو اخترت واحد انا اعملها تست فقط. لو اخترت تلاتة يعني فوتو سيل اكتف ديورنج اوبنينج اونلي. يعني انا هخلي في ساعاتها ان الفوتو سيل ما بتشتغلش اه 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 فوتو سيل اكتف اه ديورنج اوبنينج اونلي. بتعمل هي بتشتغل في في الاوبن بس. طب انت تقولي اه الطبيعي اللي احنا بنعمله ده غلط. يعني ايه? اجيب فوتو سيل وخليها اكتف في الاوبنينج. اه ليه? طب افرد انا هو دي مش مش معناها ان انا ممكن اعملها ممكن اعملها فوتو سيل في حتة تانية. يعني ممكن انا عاكس شغلي. يعني ممكن انا عامل عاكس ان مع الفتح يشتغل حتة تانية. فدي اكتف ده بيتكلم على الحتة دي الانبوتس ده باكتف كده. فما داخدش الموضوع انه هو موضوع على العربية. احنا ممكن نستخدمه كانبوتس لحتة تانية خالص او امبوتس جاي من حتة تانية. بعد كده في تلاتة. امبوت كونفيجور اس فوتو سيل تيست برضو. اه ديو اه تيست بس التيست ده في الحاتة الاوبنينج تاني. لو اخترت اربعة الهوت ديفولت. اه اللي هي الطبيعي بتاعنا. اللي هو كونفيجور اس فوتو سيل. الفوتو سيل بيت اكتف بس في حالة الكلوزينج. سيف تو زيها بالضبط. عشان كده هم حطتهم اتحس ان هم حطتهم نفس الجدول. اللي هو اللي قدامهم ده. اه انا في حط اللي هي خمسة ما شرحتهاش. اه خمسة لو عملتها اه اه خمسة اه امبوت كونفيجور اس فوتو سيل تيست. يعني بتخليها فوتو سيل تيست اللي هو على اربعة وسبعين. في لسه اللي هي. احنا كل ده بنتكلم لسه في وان. وبناخد الخيارات بتاعتها قبل ما نزل. لان هما كلهم زي بعض بعد كده. احنا اتكلمنا على اه خمسة. لو انا اخترت ستة امبوت كونفيجور اس بار سيفتي اتج. عشان كده هنلاحز ان سيف اتنين. سيف اتنين ديت اصلا مت زبطة ان هي اتنين. فمعنى كده يعني سيف اتنين دي مت برمجة اللي هي سيف اتنين. فمعنى كده ان ديت اللي هي الستة اللي هي الامبوت اتج بتاعي. يعني هنا انا بقره في الحطة ديت عشان بس ايه ما يحصلش الاخبطة. انا بقره هي هنا في الستة ديت. وهكزا. يعني انا بقره في الحطة ديت. يعني طيب. لو انا مختار سبعة في السيف سبعة يبقى امبوت كونفيجور اس بار تست سيفتي اتج. ده للتست بس. طب انا هنا لو انا مختار تمانية. لو جيت مسلا هنا اهو. خلي بس السهم ده ميبقاش اه زبطوا بس. لو انا مختار تمانية. لو انا مختار تمانية بيقول لي امبوت كونفيجور اس بار تمانية كي تو ان اكتف ان سيف فري. ودي ديت متوضحة اه قبل كده ده بار. بعد كده لو انا اخترت التسعة تسعة ستار. تسعة ستار. امبوت كونفيجور اس بار او او بريشن سيفتي ايج. وذ انفيرجن اكتف اونلي ووائل اوبنين. اف واي كلوزن دا مووينج ستوب. طبعا كل ده وطبعا الستار دي معناه ان هو بشتغل على نوع محدد. يعني هو كاتب في اخر الجدول ان هو هتأكد لك من الحتة دي برضو. ان ايوروب دي حسب تقييم الاوروبي يونيان اللي هو واحد اتنين اربعة خمسة ثلاثة ده. لما فيه واحد اتنين اربعة اربعة خمسة. ده في حالة ان هم طلبين منك كده هو. يعني بعض الاماكن اللي هو هتركيه في ربا. بيطلب منك الستاندرد ده تعمل السيف ده. بعد كده السيف برضو عشر نفس الكلام ده برضو الواحده بيبقى اه اه امبوت كونفجر از بار اوبريتنج تست سيفتي ايج تستز وين انفرشن اكتف اونلي واي اوبنينج اف واي كلوزنج دا موفمينت ستوبس. طبعا هي كلها حاجات تبع السيفتي. حداشر اتناشر نفس الكلام. اه مسلا اه حداشر امبوت لو قلنا على احداشر. بصو ده تابع برضو الاوروبي. حداشر بيقول لك امبوت كونفجر از بار اوبريشن تمانية كي تو سيفتي اتش ان حنركب عليها في دي الامبوت ده سيفتي اتش انفرشن دوت انه هو تدخل اه اكتف اونلي واي اوبنينج حيبقى متفعل بس في حيات ان انت بتفتح. لو جاء يقفل الحركة بتوقف خالص. دي طبعا لازم في حالة دي تبقى تلاتة. في بعد كده هو الاتناشر. اتناشر دي امبوت كونفجر از بار كلير. يعني هو بيتزبط. بيبقى شغال في بس. وفي بيعمل برضو. طبعا هي حاجات كتيرة. تلاتةاشر. بيقول لك نفس اللي فات بس بقى اه نوع من انواع التست. بعد كده في اربعتاشر. بيقول لك اه 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 ده برضو لازم بيبقى stat 3. بعد كده بندخل على اللي بعديها. طبعا اللي فات ده مش مفهوم قوي غير لما يطلب منك فانت هتضطر ان انت تتعامل معاه يعني. وانا عارف انها حاجات بتبقى غلصة شوية. بعد كده في الامر اللي هو. تعال نشوفه. الاي سي تلاتة. الاي سي تلاتة اللي هو الاي سي تلاتة اربعة اللي هو اا اربعة وستين. انت هنا بتعمل للكماند ده. نشوف القبليه ده اوه. اتعمل ازاي عشان احنا عدناه. هو هنا طبعا فيه من اي سي واحد لغاية اي سي اربعة. الاي سي واحد بيبقى الامبوت واحد وستين. الاي سي تول اي تلاتة امبوت اربعة و ستين. اي سي فور خمسة وستين اللي احنا شرحناه من فوق. اه لو انا قلت طبعا كلهم اه الجدوى الجنب يوم. بيقول لو انا اخترت رقم زيرو. يبقى الامبوت كنت säجير اد استارت اي. لو انا اختر له. اللي يبقى الامبوت بقى استارت اي. لو انا اخترت اتنين. يعني الامبوت ده هيبقى اوبن. اه لو تلاتة يبقى اربعة طبعا نوت افليبل هما هو الملهاش تستخدام. خمسة احنا شرحناه قبل كده في الحتة اللي فاتت بتاعة التركيب. بعد كده تدخل على الاي سي اتش. الاي سي اتش. الاي سي اتش كونفيجراشن اوف ده فرست راديو تشانل كوماند. ان انت تزبط. وتشانل تو ثري وفور. انت بتزبط بتاعة الريموتات. طبعا انت عندك خيارات انت لو قلت زيرو. هنا هوت. بكالي مع الخيارات دي كلها. نقولها على طول كلها لبعض. لو زيرو راديو كنترول كونفيجر از ستارت اي. لو خليته واحد هيبقى ستارت اي. لو اتنين راديو كنترول كونفيجر از اوبن. يعني لو دست عليه يفتح. راديو اه تلاتة لو دست عليه يقفل. اه اربع نوت افليبل. خمسة راديو كنترول اه از ستوب. يعني لو دست عليه يبقى ستوب. اه لو ستة. يبقى راديو كونفيجر از اه اه اكسلري اوبوت. يعني بيشتغل اوبوت معين اكسلري. سبعة وتمانية ملهاش لا اه استخدام. تسعة راديو كنترول كونفيجر از اكسلري تلاتة بيشغل اكسلري تلاتة اللي احنا شوفناه في التواصلات. عشرة بيشغل الاكس بو اه اي اكس بو اه اوت واحداشر بيشغل اه 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 طب ايه معنى الشانل وان وتو ثري فور? قلنا ان الريموت نفسي يبقى اكتر فيه اكتر من شانل. فيه اربع زراير كل تشانل ليه حاجة. يعني انا عايز ده ربط مسلا الشانل وان يفتح. اه الشانل تو اللي هو زراهم اتنين يقفل. تلاتة يعمل مسلا يطلع اه يفتح اه يفتح اه اربعة حسب ما انا عايز. فعشان كده دوت فيه اللي بتبقى الخيارات كتيرة في الموضوع دوت. بعد كده نيجي على اللي بعديها اللي هي اه مدموعة اه اه احنا عما اتكلمنا في الفقرة اللي فاتة الديات اللي هي اللي قبليها على طول. اعرفنا ان في حاجة اسمها اه 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 زيرو واكزل في فهنتكلم عليها نفسها بقى. انا اللي عايز اكزل في زي ده 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 انا بعيد سياقة بتاعة الاكزل الموضوع اللي هي بيطلع واحد وعشرين والتاني اللي هو اه اللي هو تلاتة اللي هو بيبقى ستة وعشرين وسبعة وثلاثين. فحنتكلم برضو على القيم بتاعتهم كلهم القيم بتاعتهم نفس الكلام هنا هو بنكمل نفس الكلام من زيرو لغاية خمستاشر متعددة يعني شوف اللي انا ممكن ابرمجه يطلع لي ايه اللي انا عايز شوف مسلا لو انا مسلا طبعا الكلام ده انا بكلم على اللي هو اللي هو اللي ثلاثة فالقيم بقى ممكن ادخلها ممكن اخلي الخارج ده ايه لو حاطت زيرو طبعا هو دفولت واحد واحد ستة والتاني زيرو الزيرو بيقول لك اوبوت كونفيجر از منو ستيبل ريديو تشانل ده بيطلع ريديو تشانل واحد اوبوت كونفيجر از اس سي اي جيت اوبن لايت وقلنا الجيت اوبن لاين حيكلمنا عليها دي اللي هي بتبقى في اللايت الموجود في الجيت نفسه اللي هي بتاخد منه فتوصل الكهرابي تشغله يعني اتنين يبقى اوبوت كونفيجر از كورت سي لايت كوماند يعني في حاجة اسمها كورت سي لايت لو كتبت على النت او جوجل كورت سي لايت هتشوف شكله عامل ازاي اه تلاتة انه بزبط اللي هو بتاع الترافيك لايت زود لايت كوماند اربعة ستير لايت في حاجة اسمها ستير لايت لو كتبتها برضو هتشوف شكلها اه خمسة بيطلع انا اخده في الارم اخده ليا في اي حاجة ستة فلاشنج لايت فمعنى كده داخل بقى ان الابوت ده بيبقى عليه اه تتاكد تتقيسه اه طالع عليه اه باور ولا هم بيلقط وممكن يستحمل باور يدخل عليه سبعة لاتش لاتش ده اللي هو زي اللي هو اللي هو بنسميه طالقيت بس يلقط بس اه تمانية ممكن يطلع مجنيتك لوك يفتح مجنيتك لوك وممكن مجنيتك لوك مسلا وفي الاخر يطلع لرسالة ده بتاع المنتنس عشرة يعني يبقى في منتنس مطلوب ويعمل عليها حداشر غير مستخدم اتناشر يعني ده لو في سنسور مسلا في حاجة تشالت في بس ده بيطلع سوى مسلا انت عامل على اللوحة من جوه او هكذا تلاتاشر جيت استيتس بيبعت يقولك الجيت ديت اه مفتوحة ولا مغلقة طبعا انا استخدم ايه اه استفيد ايه في الموضوع تلاتاشر ده استفيد من الساعات بيبقى فيه بارير وبعاديه بولرد فانا ممكن اخد الستيتس ده ودخله على اللي بعاديه فيبدأ يعرف يقفل او يفتح اوها كذا اربعتاشر اه بستابل ريديو تشانيل ده تبع الريديو تشانيل وخمستاشر برضو تايمد تايمد ريديو تشانيل هو اللي احنا كنا بيتكلم عليه انه هو دوت في في البرامتر اتكلمنا ان احنا بتحط القيمة بتاعت التايمد والخمستاشر ده بيقولك التايمد قد ايه عبال ما يرقط الريموت بعد كده اللي بعديه اه اللي هو اتفقنا دوت اللي هو الكود اللي بيتغيرش غير غير يعني دايما انه هو متخزن وبيبعت لو انا قلت واحد يعني ممكن اقدر اغير في الحتة اللي احنا اتكلمنا فيها اه قبل كده بعد كده هنتكلم على الحتة اللي هي اه اه انت هنا بتعمل للبارير نفس. وحنشوف ازاي. طبعا هو من زيرو الاربعة. زيرو هو هنا كاتب انه هو يعني انت ده هو اقل لدرجة من السيكوريتي. طبعا كل حاجة من دول انت يعني هو هنا مقسم لك كل حاجة في كل فقرة. زيرو يبدأ زي مثلا زي الويندوز عندك كده لما سيكوريتي بتاعته عالية او واطية. فلو اختر زيرو بيقولك انت ملكش مش هتحط باسورد على المينيوز. واثنين يعني ممكن ان انا بالوايرلس ان انا ابرمج الريموتات بالوايرلس محطش اللي هي اه سي هنا هوت. يعني ممكن كمان بالوايرلس ازود الموتات زي ما انا عايز. الدي انابل وايرلس اوتوماتيك اديشن اوف ريبلايز. والاي بورز برامتر كان بي ايت فيا يو لينك نتورك. يو لينك نتورك ده. اللي هو فيه اه خاصية اليو لينك. ان انا ممكن اوصله بنتورك وعن طريق السوفت وير خارجي. ممكن اعدل في برامتر وده اقل انواع سيكوريتي. لو واحد بيقولك في الايه يعني ايه? تمام? ونفس البي والسي والدي وايه هي هي ما فرقتش يعني هو يختلف بس ان انت عامل للمنيو باسورد. اتنين. الاي? او ار برومبت تو انتر باسورد تو اكسس بروغرام مينيوز. اه والديفولت باسورد من واحد لاربعة. البي وايرلس ممبرائز اوف تراسميت اي ديسابول. ما اقدرش ان انا اه اخزن الريموتات بالوايرلس. ولا ان انا ازود جديدة بالوايرلس. اه اه دي اه وال اي اه زي 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 الزيرو بالضبط. اللي هي الاختار الزيرو. اه رقم تلاتة يوقع الاي لازم تدخل والباسورد دي بتبقى الدفولت بتاعها من واحد لاربعة. والبي وايرلس برضو نفس الكلام مينفعش ان انا اضيف ريموتات من برة. ولا ان انا اخذ ريموتات زي بعض في الزيرو. اه ال سي والاي زي الزيرو اللي في اياه. الاربعة دي اكثر موجود. اللي هو بيقى فيه لازم تدخل في المينيو باسورد. والديفولت بتاعها واحد اتنوات اربعة. اللي هو التخزين في الترانسميتر ديسابولد. ما اقدرش تخزن في الترانسميتر. والوايرلس اه في اه كلونز اس ديسابولد. والوايرلس اه ريبلايز اس ديسابول. والي ذا اوبشن اف ايتنك بورتز برامتر فيا يولينك ما اقدرش اتدخل بيولينك ابدا. اه خالص ديس هاي ليفل دي اعلى درجة سرية اللي هي رقم اه اربعة. بعد كده بدخل على اللي بعديها اللي هي دي اللي هو بقدر عن طريقها ان انا اه اه ان انا اوصل اه ماستر وسليف يعني ازي عشان اخلي اتنين يشتغلوا مع بعض. فانت عندك انه هو اه لو اخترت زيرو. هيبقى سلايف يعني هتبقى سلايف. لو هي اه اه سلايف بورد سلايف اكومنيكيشن كوماند. لو خلتها واحد ستاندر ماستر بورد سينت اكفيشن كوماند. ستارت اوبن كلوزد هي دي اللي بستقبل. لو خلتها اتنين سلايف اوبوسيت ليفز. اه ان لو كان نترو يعني اه بتعكس حركتها اه سلايف بس بيعكس الحركة. عن التاني الماستر لو تلاتة خلتها ماستر هي بتبقى برضو ماستر بس ليفز ان لوك اه اوبوسيت ليفز ان لوكال نتورك. ده كونترول يونيت. ازا ماستر ان اوبوسيت ليفز نتورك وذ نو سمارت موديول. طبعا احنا الكلام ده برضو هنشرحه اه في الماستر والسلايف. بعد كده اللي هي بعديها اللي هي ادرس انت بتحط له هنا الادرس لو انت موصله سلايف. فانت هنا محتاج انت تدي له ادرس يعني لو مسلا في عندك خمسة سلايف فمحتاج كل واحد تدي له ادرس وتعتمد على هي بتعتمد طبعا على اللي قابليها. بعد كده في اللي بعديها اللي هو دوت. اللي هو ايه هنشوف دلوقتي. الاكسبانشن بورد هنتكلم عليه بس هنشرحه بعدين ده عشان نعرفه. ده بيعمل اكسبانشن اللي في حاجة اسمها كارت بيتحط من واحد واثنين وبيطلع عليه اللي هو اللي احنا الكارت اللي كلمنا عليه فوق. لو انا اخترت زيرو الامبوت هيبقى ستارت اي. لو اخترت واحد الامبوت ستارت اي. لو اتنين هيبقى اوبن كماند. تلاتة كماند. اربعة نوت افليبل. خمسة اه تايمر كماند. انا احنا منلاحظة لها نفس الامبوت اللي كانت موجودة قبل كده. اه سبعة تمانية. اه فوتو سيل اه اوبن سيفتي. يعني فوتو سيل اه حيتاكتف دورنج الاوبنينج. تسعة الفوتو سيل يتاكتف دورنج الكلوز. اه اه عشرة سيفتي اه بار سيفتي اتج اللي هو بيبقى على الدراع نفسه. حداشر اللي هو نفس الكلام بقى حداشر واثناشر 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 وهي الحاجات الاوروبية ديت. النفس اللي احنا شرحناه في اللي فات. اتناشر اللي هو بيتحكم في الامبوت اوبوت اكسبانشن بورد. الاكسبانشن بورد اللي شرحناه قبل كده. لواحد تلاتة. بتلاقيه اه نفس الكلام زي اتناشر اللي فات. بس ما بيبقاش من تلاتاشر لغاية تمامتاشر ده مش هيبقى موجود. بعد كده في اه 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 يعني اللي فات ده كان امبوت. الاتنين اللي فات ده كان امبوت. وده امبوت. اه امبوت 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 اكسبانشن بورد اللي هي اربعة وخمسة. هنا برضو اللي بعديها هنا هنشقى عليها. هو بنتكلم ادي واحد واتنين. فهم كلهم شوا وبعض. هنشوف الخيارات بتاعتهم عاملة ازاي. فيه خيار رقم زيرو. بيقول لك ده هيبقى الاوبوت بتاعي ريديو تشانل. اه واحد هيطلع تلاتة الكورسي لايت. اربعة زون لايت. لحنا اتكلمنا عليها بكده. اربعة ستير رايت. خمسة الالارب. ستة هيبقى فلاشنج لايت. سبعة لاتش وتمانية ماجنيتك لوك. وتسعة مينتنس. عشرة مينتنس مع فلاش لايت. حداشر ترافيك كنترول تي اللي بي بورد. ده ترافيك. للقابط للترافيك. الاتناشر اه انتي تامبرينج. اه تلاتاشر جيت ستيتس. بيطلع جيت ستيتس. اربعتاشر اه بستيبل بايستيبل راديو. خمسةاشر تايمت اه راديو شانل. ودي احنا شرحناها في الفقرة اللي قابليها على طول. اخر حاجة انا هوت اللي هي في مجموعة اللوجيك. اللي هي اه ترافيك لايت بري فلاشنج اللي هو الفلاشنج اللي بيحصل لترافيك لايت نفسه. لو اخترت زيرو الهوت فولت بري فلاشنج سويتش اوف. لو واحد بيبقى ريد لايت فلاشنج فور تلاتة ساكند. اه ستارت اوبريشن. يعني اللي يعني لو انت حاطت اخضر واحمر دي اه قبل ما يحصل اوبريشن بتلات سوائه بيبتعو تلات ثواني تعمل اللي هو اللي هو اللي اللي هو لونه اه احمر. اللي بترافيك نفس الليد لو عملتها زيرو ليد لايت اوف وين جيت كلوزد. اه لو واحد ريد لايت اون وين جيت كلوز. يعني لما هي قفل بتدي الاشارة حمره وكده دي بتبقى نهاية اللوجيك اه مينيو. اه اخر حاجة فيه الكود اللي بتطلع على عندك على الشاشة لازم نعرفها عشان فيه انها اكواد بيبقى بتدلك على حالة لو انت فيه مشكلة او كده هوت. نيجي على اول واحد دوت اللي هو اه لما تلاقي معناها ان اه اكسترنل امبوت اه اكتيبيتد. اه بعد كده لو لقيت اه ستار وان معناها احنا شرحناه قبل كده. فيه بعد كده يعني اشتغل. فيه بعد كده ديت اللي هو الغلق اشتغل. بعد كده دي معناها بدأ يشتغل فيه العد بدأ يشتغل. فيه قد فيه قدامها حاجة يعني لو لقيت كلمة كده. يا مقطوعة. يا اما بتاعها مش معمول. يا اما فيه اه فيه في واحد وقف قدامها او عربية وقف قدامها. اه بعد كده فيه الفوتو بي ديت معناها ان اللي هي بتاع الابريشنل ده شغال. بعد كده فيه الفوتو اه شغال. يعني يعني ايه الفوتو بي? يعني انت ما برمجها ان هي لما بتبقى فوتو سيل ما اشتغلش. وهي بتفتح اديك الفوتو بي. الفوتو كلوزنج يعني فوتو سيل في بس هو لشغال. اه لو ادك البار اللي هو بيبقى جواه كده او ما بيرمس العربية بيحس بيها. فهو معناه ان ده شغال. اللي هو للمطور السليف يعني المطور التاني. اه شغال. بعد كده. اه يعني في حاجة اسمها اكتف ريفيرسل عشان احناها يبقى شغال. لو البعديها ديت اللي هي السي. اه اللي هو الاولية والتانية اللي هي اللي هي العكس ديت. الحركة العكسية. بعد كده معناها يعني الباريير وصل لكلوزنج بتاعه. اه الاسيو او الباريير وصل لحالة الفتح الكامل بتاعه. من اول هنا هو تبقى الايرور دي مهمة جدا عشان تبقى عارفها. لو قال لك ايرور زيرو وان معناه ان الفوتو تست فيل. الاختبار بتاع الفوتو سيل فيه مشكلة. لو قال لك ايرور زيرو تو. السيفتي ايش تست فيل. السيفتي ايج اللي هي موجودة في الدراع نفسه فيها مشكلة. مش شغالة. لو قال لك ايرور زيرو تلاتة. يبقى اوبنينج فوتو سيل تست فيل. اللي هي اختبار ان هي الفوتو سيل ما بتشغلش في الاوبنينج مش شغال. الفوتو سيل في اه في القفل مش شغالة. ده طلب عندي تكون مزبطة على كده. معناها سيفتي ايج تست ان سليف موتور فيلد. يعني السليف موتور اه اللي هي سليف موتور ده بيبقى حركته عكسية. فبيقول لك ان السيفتي ايج بتاعته مش شغلة. اللي هي في الدراع. اه ستة ديت اللي هو تمانية في اسمه ثامانية اه موتور. اه الايرور سبعة اوبنينج سافتي ايدج تست فل تست بتاع مش شغال. وبرضه نفس الكلام زيرو تمانية مش شغال. بعد كده اي اي اتش. البورد هاردوير تس ايرور. في مشكلة في الهاردوير بتاع البورد. وطبعا هنا هو تم اندك بكس تار. دي معناها ان بتعتمد على زيرو واحد وايه وايه وبي و سي ودي و اي اف. هنعرفها اه قدام. هنا هو اللي بعديها ار ار تلاتة اتش اللي هو اه 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 و اف في في مشكلة يعني هو اتضرب في حاجة فرجع. فهو بيقول ان في مشكلة في الحتة ديت. بعد كده. اللي بعديها انو عليها شوية بس. آآ الارور اه اش لو انت عامل ال الموط دORD Bil'S familiarityd diaviyse. بعد كده من سبعين ل خمسة سبعين اللي هو بيقول لك تعادل فيه داخلية مش موجودة. اه اه ليش وسبعين. يعني في حاجة عاملها ما بين والبرامتر عاملة اه عاملة مشكلة معي. يعني هو مش قادر يوفق ما بين حاجتين انت اخترتوهم. اه مش عايف تعمل. هو بيقولك لو حصل الحاجة دي حاول تعمل سويتشنج للبورد اوف يعني في البوردة وتفتحها تاني. لو البروبلم ده موجودة ما محتاج انت حد بس يزبط لك اللي انت عملته يعني او اه لا دي اللي هي من سبعين لخمسة سبعين. اه انما اتنين وسبعين اللي هي بيقولك دوس اوكي. اه يعني ادخل جوة. اه ادخل اعمل اه ما بين البتاع دي. لو انت متلغبط يبقى تدوس على وتبدأ تبرمج من الاول وجديد. اللي هي بعد كده اه ارور تاتة سبعين. ادي تراك فرامتر ايرور. اللي هو ده تبع اه اه لما يحصل حتدوس اوكي والبورد والكيب ووركينج والدي تراك از ادي فولت. لازم تعمل من اول جديد برضو دي حاجة تبع الدي تراك. ويتش ايضنه يعني. الارور اف او فيه منهم في مشكلة. اه يعني يستحسن تعمل تشك تشوف ايه المشكلة اللي فيها. اه بعد كده اللي هي الارور ده بيقول لك يعني هون مفروض ما يبقاش اكتب. اه على طول لازم يفصل ويشتغل. اه ساعتها حتشوف اه وتوصيلة المطور. يعني غيرها بتبقى حاجة اه من توصيلة اه المطور نفسها. بعد كده اخر واحدة ديت. اه اللي هي ايرور ان سيتنج ده ده لما تحصل معاك. اه لازم تعمل شكل يعني تكون موصل التواصلات الصح بتاع الفوتوسيل او بتاعة اللي على اه اللي على بسم الله الرحيم. اللي على اه الدراع نفسه. نيجي على اخر حاجة انهوت عشان احنا برضو ما قلنهاش جامد. اللي هي الرمز دوت. هتلاقيه موجود هنا اه كتير انهوت هنا مثلا كلمة اتش انهوت. هنا بيقول لك ممكن تشيل الاتش ديت وتحط مكانها من زيرو لاف. فمعنى كده انه هو مسلا لو ايرور اه ايرور واحد خمسة يعني خمستاشر يبقى يعني في مشكلة في اه في في البوردة ديت. الساعة هي بتعمل على المطور. ودي اخر حاجة بالنسبة للحاجات اللازم نعرفها بالنسبة كلها. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر